السلام عليكم ورحمة الله يحتوي البابونش على مادة الأبيجينين تعتبر مادة الأبيجينين من أقوى مضادات السرطان على وجه الأرض لما تعمل في أنابي باختبار مع خلايا سرطانية من المعدة والجهاز الهضمي والرحم والمبيض توقف تكاثر الخلايا السرطانية الأبيجينين عدو أول السرطانات بل هناك تجربة عملت على 537 شخص كانوا يشربون شاي البابونش من مرتين إلى 6 مرات في الأسبوع نسبة سرطانات الغدة الضراقية قلت بشكل كبير لما في هذا الشراب من مادة الأبيجينين البابونش يقلل الكورتيزول وبالتالي يقلل التوتر وتصبح هادئ عند شرب شاي البابونش ماذا يحصل؟ الأبيجينين مضاد أكساد رائع ولما يكون مضاد أكساد بهذه الجودة يقلل الكوليستيرول المؤكسد يحسن وظائف القلب يقلل الالتهابات في الجسم ويحسن الطاقة ويحمي من السرطانات لأنه مضاد أكساد رهيب الشيء الثاني أنه ينفع أصحاب القلق والتوتر ويساعد على النوم أن يؤخذ قبل النوم لأن الأبيجينين يقلل كورتيزول الجسم ويرخي العضلات ويهيي المخل النوم وينشط وينظف مستقبلات النوم فيحسن نومك ويحسن مزاجك ويوقف السرطانات ويحسن القلب عملت تجربة الذين يأخذون كابسولة الأبيجينين 270 ميلي جرام مرتين في اليوم وجدون نتائج أن نسبة الاستيقاظ بالليل عدد مرات الاستيقاظ بالليل تقل بـ 30% والدخول في النوم يتقدم بربع ساعة كذلك شاي البابونج يحسن هشاشة العظام بشكل رائع شاي البابونج ينفع في المغص الانتفاخ والقولون العصبي والإسهال ومشاكل القولون فهو يريحك ويحسن الهضم ويقتل البكتيريا الضارة يقلل الالتهابات ويحسن الأنزيمات الهاضمة ويحسن البكتيريا الحية الموجودة في القولون فالقولون يرتاح كذلك يحمي من قرح المعيدة وقرح القولون بفضل مادة الأبيجينين الموجودة في شاي البابونج كذلك أصحاب السكري فشاي البابونج يحسن وظائف البانكرياس يمنع زيادة السكر في الدم بعد تناول أكل فيه سكر يحافظ على السكر ثابت في الدم مادة الأبيجينين تنشط الأبوبتوزيس والأوتوفاجي كذلك السوم 17 و18 لساعة ينشط الأوتوفاجي الذي يأكل الخلايا السرطانية والخلايا التي لا تقوم بوظيفة والخلايا العجوز فيأخذ منها الطاقة والفيتامينات والمعادن ويعطيها لخلايا جديدة فبدل الصيام 12 و18 لساعة فالأبيجينين يزيد في الأوتوفاجي كذلك يزويد الأبوبتوزيس يعني أي خالية سرطانية وأي خالية مضرة في الجسم بدأت تفقد برمجتها ينشط الأبوبتوزيس التدمير الداتي فالخلية تدمير نفسها لوجود مادة الأبيجينين فشايل بابونج يعتبر معجزة لأن مادة الأبيجينين تنشط الأبوبتوزيس والأوتوفاجي كذلك مادة الأبيجينين تحافظ على الحامد النووي كذلك الكريمات التي فيها بابونج تترك البشرة ناعمة وجميلة وتحمي من الأشعات الضارة للشمس كذلك ينفع في قرح الجلد والأكزيمة وتجاعد الوجه وشيخوخة الجلد كذلك الأبيجينين لها القدرة على إيقاف الحمل لو حصل اختلال جيني شايل بابونج لا يضر الحامل ولا يضر المرضى الخلاصة شايل بابونج يشرب مرة أو مرتين كل يوم مادة الأبيجينين ليس لها سمية كذلك البقدونس والكرفس والبابونج أكثر ثلاث أشياء على وجه الأرض غنية بمادات الأبيجينين كذلك فتر الشكاكي فيه مادة الأبيجينين شايل بابونج يريح من ألم الطورة الشهرية شايل بابونج للأطفال ولكبار السن ولجميع الناس كذلك زيت البابونج لما يشم يحصل لك ارتياح ويهدي المخ إذا وضعت زيت البابونج في حوض الاستحمام فالجسم يرتخي وتنام بسهولة وتحس براحة البابونج ينفع على شكل شاي أو زيت أو على شكل زيت أو على شكل كبسولات أن يشرب يوميا فهو مفيد لجميع الأعمار ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر